وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغتس اتفاقية مع مستثمر أردني لتطوير قرابة 64 دونما مخصصة للاستثمار في المنطقة وبموجب الاتفاقية يقوم المستثمر بإنشاء مخيم ومنتجع يشتمل على 30 خيمة كحد أدنى ومطعم وخدمات ترفيهية أخرى في المنطقة إذ سيعتمد المشروع حلولا مستدامة للطاقة والمياه المستخدمة وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة سامير مراد أن الاتفاقية تعد الثانية التي توقعها المؤسسة خلال هذا العام تنفيذا للمخطط الهيكلي الشامل للمنطقة والتي تشمل 1374 دونما قرب موقع عماد السيد المسيح باعتباره الإرث الديني والتاريخي المدرجي على قائمة يونسكو للتراث العالمي ويسعى المشروع المجاور لموقع عماد السيد المسيح لتسليط الضوء على قدسيته وثرائه من خلال توفير المرافق التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والعاطفية والروحية والفكرية للحجاج والسياح على حد سواء